ترأس الإرشماندريت خريستوفوروس خدمة صلاة المديح الأول لوالدة الإله وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان التي نقل فيها إلى الرعية المؤمنة بركة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس وفي عضة الخدمة تحدث العيكونومس إبراهيم دبور قائلا لقد توقفت سلالة آدم بولادة الله الكلمة من العذراء مريم ليكون آدم الجديد ونحن به خليقة جديدة نجاهد ونسعى للعودة إلى الفردوس بالبتولية والصوم المقدس أعاون الإرشماندريت خريستوفوروس في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين